الشعب يريد إصطاءة النظام منذ ثورة 2011 والمصريون لم يتوقفوا تقريبا عن التظاهر أسقطوا رئيسين أجروا ستة انتخابات ولا يبدو أن الأزمة قد انتهت ولكن ما لم يراه المصريون حتى الآن وطالبوا به باستمرار هو الاقتصاد الأفضل الذي يحسن ظروف حياتهم كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة يؤكدان قدرتهما على فعل ذلك قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي تعهد بإنشاء الطرق والمساكن والمطارات وفرص العمل وإنهاء أزمة الطاقة منافس السيسي الوحيد أزعيم اليساري حمدين صباحي وعد باستثمار ملايين الدولارات في إعادة فتح المصانع الحكومية وخلق فرص العمل وإنشاء مشاريع سكنية وتطوير الرعاية الصحية وعود سامية قدمها المرشحان لكن أي منهما لم يقدم حتى الآن شرحا لطريقة تحقيقها الاقتصادي المقيم في القاهرة أنغوس بلايار يقول بأن إطلاق الوعود في الحملة الانتخابية للرئيس المقبل يجب أن يرتبط باستثمارات من الداخل والخارج من خلال إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد لا تسير الأمور بهذه السهولة المشكلة تتصاعد وعلي القول بأن المشكلة البنيوية في الاقتصاد المصري هائلة مشكلة مصر تتضمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية البطالة بنسبة 14% وميزانية عرجاء بعجز يصل إلى حدود الـ 12% من الناتج القومي الإجمالي الخطوة الحاسمة للانعاش يقول الاقتصاديون بأنها تتمثل بقطع إعانات الغذاء والوقود التي تستهلك نحو ثلث الميزانية وبالنسبة لفقراء مصر تعتبر الدواء المر الذي يجب ابتلعه ولتخفيف الآثار يقول بلير بأن القائد المصري القادم عليه أن ينشئ مشروعات لمساعدة الجماهير مثل النقل العام والمساكن وبهذا فقط يقول المحللون بأن الرئيس المقبل يمكنه تطوير الاقتصاد ومواجهة مطالب ملايين المصريين الذين ما زالوا ينتظرون تحسين ظروفهم الحياتية نحن 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 نحن